المزمور السادس والثمانون صلاة لداود أمل يا رب أذنك استجب لي لأني مسكين وبائس أنا حفظ نفسي لأني تقي يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك ارحمني يا رب لأنني إليك أصرخ اليوم كله فرح نفس عبدك لأنني إليك يا رب أرفع نفسي لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك اصغى يا رب إلى صلاة وأنصت إلى صوت تدرعاتي في يوم ضيق أدعوك لأنك تستجيب لي لا مثل لك بين الآلهة يا رب ولا مثل أعمالك كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك لأنك عظيم أنت وصانع عجائبا أنت الله وحدك علمني يا رب طريقك أسلك في حقك وحد قلبي لخوف اسمك أحمدك يا رب إلهي من كل قلب وأمجد اسمك إلى الدهر لأن رحمتك عظيمة نحوي وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلا اللهم المتكبرون قد قاموا علي وجماعة العتات طلبوا نفسي ولم يجعلوك أمامهم أما أنت يا رب فإله رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة والحق التفت إلي وارحمني أعطي عبدك قوتك وخلص بناء متك صنع معي آية للخير فيرى ذلك مبغضية فيخزو لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني المزمور السابع والثمانون لبني قورح مزمور تسبيحة أساسه في الجبال المقدسة الرب أحب أبواب سهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب قد قيل بكي أمجاد يا مدينة الله أذكروا رهبا وبابلا عارفطيا هو ذا فلسطين وصور معاكوش هذا ولدا هناك ولسهيون يقال هذا الإنسان وهذا الإنسان ولدا فيها وهيا العلي يثبتها الرب يعد في كتابة الشعوب أن هذا ولدا هناك ومغنون كعازفين كل السكان فيكي المزمور السام والثمانون تسبيحة مزمور لبني قورح لإمام المغنين على العود للغناء قصيدة لهيمان الأزراحي يا رب إله خلاصي بالنهار والليل صرخت أمامك فلتأت قدامك صلاتي أمل أذنك إلى صراخي لأنه قد شبعت من المصائب نفسي وحياتي إلى الهاوية دنت حسبت مسل المنحدرين إلى الجب صرتك رجل لا قوة له بين الأموات فراشي مثل القتل المتجعين في القبر الذين لا تذكرهم بعد وهم من يدك انقطعوا وضعتني في الجب الأسفل في ظلمات في أعماق علي استقر غضبك وبكل تياراتك ذللتني أبعدت عني معارفي جعلتني رجسا لهم أغلق علي فما أخرج عيني ذابت من الزل دعوتك يا رب كل يوم بصدت إليك يدي أفلعلك للأموات تصنع عجائب أم الأخيلة تقوم تمجدك هل يحدث في القبر برحمتك أو بحقك في الهلاك هل تعرف في الظلمة عجائبك وبرك في أرض النسيان أما أنا فإليك يا رب صرخت وفي الغداة صلاة تتقدمك لماذا يا رب ترفض نفسي لماذا تحجب وجهك عني أنا مسكين ومسلم الروح منذ صبايا احتملت أهوالك تحيرت علي عبر صختك أهوالك أهلكتني أحاطت بيك المياه اليوم كله اكتنفتني معا أبعدت عني محبا وصاحبا معارفي في الظلمة المزمور التاسع والثمانون قصيدة لأيسان الأزراحي بمراحم الرب أغني إلى الدهر لدور فدور أخبر عن حقك بفمي لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى السماوات تثبت فيها حقك قطعت عهدا مع مختاري حلفت لداود عبدي إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك والسماوات تحمد عجائبك يا رب وحقك أيضا في جماعة القديسين لأنه من في السماء يعادل الرب من يشبه الرب بين أبناء الله إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله يا رب إله الجنود من مثلك قوي رب وحقك من حولك أنت متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه أنت تسكنها أنت سحقت رهب مثل القتيل بذراع قوتك بدت أعداءك لك السماوات لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستها الشمال والجنوب أنت خلقتهما تابور وحرمون باسمك يهتفان لك ذراع القدرة قوية يدك مرتفعة يمينك العدل والحق قاعدة كرسيك الرحمة والأمانة تتقدماني أمام وجهك توبى للشعب العارفين الهتاف يا رب بنور وجهك يسلكون باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون لأنك أنت فخر قوتهم وبرضاك ينتصب قرننا لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا حين إذن كلمت برؤيا تقيك وقلت جعلت عونا على قويا رفعت مختارا من بين الشعب وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده لا يرغمه عدوا وابن الإسم لا يذلله وأسحق أعداءه أمام وجهه وأضرب مبغديه أما أمانتي ورحمتي فمعه وباسمي ينتصب قرنه وأجعل على البحر يده وعلى الأنهار يمينه هو يدعوني أبي أنت إلهي وصخرة خلاصي أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض إلى الدهر أحفظ له رحمتي وعهدي يثبت له وأجعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام السماوات إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلك بأحكامي إن قضوا فرائدي ولم يحفظوا وصايا أفتقد بعصا معصيتهم وبضربات اسمهم أما رحمتي فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهتي أمانتي لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي مثل القمر يثبت إلى الدهر والشاهد في السماء أمين لكنك رفضت ورذلت غضبت على مسيحك نقضت عهد عبدك نجست تاجه في الطراب أدمت كل جدرانه جعلت حصونه خرابا أفسده كل عابري الطريق صار عارا عند جيرانه رفعت يمين مضايقيه فرحت جميع أعدائه أيضا رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال أبطلت بهاءه وألقيت كرسيه إلى الأرض قصرت أيام شبابه غطيته بالخزي حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء حتى متى يتقد كالنار غضبك أذكر كيف أنا زائل إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم أي إنسان يحيا ولا يرى الموت أي ينجي نفسه من يد الهاوية أين مراحمك الأول يا رب التي حلفت بها لداود بأمانتك اذكر يا رب عار عبيدك الذي أحتمله في حضن من كسرة الأمم كلها الذي به عير أعداؤك يا رب الذين عيروا آثار مسيحك مبارك الرب إلى الدهر آمين فآمين المزمور التسعون صلاة لموسى رجل الله يا رب ملجأا كنت لنا في دور فدور من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت الله ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل جرفتهم كسنة يكونون بالغداة كعشب يزول بالغداة يزهر فيزول عند المساء يجز فييبس لأننا قد فنينا بسختك وبغضبك ارتعبنا قد جعلت آثامنا أمامك خفياتنا في ضوء وجهك لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك أفنين سنين كقصة أيام سنين هي سبعون سنة وإن كانت مع القوة فثمانون سنة وأفخرها تعب وبليا لأنها تقرد سريعا فنطير من يعرف قوة غضبك وكخوفك سختك إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة ارجع يا رب حتى متى وترأف على عبيدك أشبعنا بالغداة من رحمتك فنبتهجا ونفرح كل أيامنا فرحنا كالأيام التي فيها أزللتنا كالسنين التي رأينا فيها شرا ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا وعمل أيدينا ثبت علينا وعمل أيدينا ثبته أمثال سليمان الفصل السامن عشر المعتزل يطلب شهوته وينفجر غيظا ضد كل مشورة الغبي لا يسر بالفتنة بل يكشف ما في قلبه إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا ومع الهوان عار كلمات فم الإنسان مياه عميقة ونبع الحكمة نهر متدفق لا تحسن محابات الشرير لكي يخذل الصديق في القضاء شفتا الغبي تدخلان في الخصومة وفمه يجلب عليه ضربات فملغبي مهلكة له وشفتاه شرك لنفسه كلمات النمامي مثل لقمة حلوة فهي تنزل إلى أعماق الجوف المتراخ في عمله هو أيضا أخ المهلك اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع ثروة الغني مدينته الحصينة وهي في وهمه سور منيع قبل الكسر يتكبر القلب الإنسان وقبل الكرامة التواضع من يرد جوابا قبل أن يسمع فذلك له غباء وعار روح الإنسان تحتمل مرضه أما الروح المنسحقة فمن يحملها قلب الفهيم يقتن معرفة وأذن الحكماء تطلب علما هدية الإنسان تفسح له المجال وتهديه إلى حضرة العظماء يظهر الأول في دعواه محقا فيأتي خصمه ويفحص عنه القرعة تزيل المنازعات وتفصل بين الأقوياء الأخ المساء إليه أمنع من مدينة حصينة والمنازعات كعارضة قلعة من ثمر فم الإنسان يشبع جوفه من غلة شفتيه يشبع الموت والحياة في قدرة اللسان وأحباؤه يأكلون ثماره من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من لدن الرب الفقير يتكلم بتضرعات والغني يجاوب بغلظة ذو الأصدقاء ينبغي أن يبدي الصداقة ويوجد محب أكرب علاقة من الأخي ترجمة نانسي قنقر